إجابة الدعوة مستحبة إلا دعوة العرص فهي واجبة بشروط ستة أن يكون الدعي مسلما أن لا يكون في مكان الدعوة منكر إلا إذا أمكن من تغيير المنكر يجيب من أجل تغيير المنكر وإجابة الدعوة ألا تتضمن إجابة الدعوة إضاعة ما هو أوجب منها كأن مثلا يتأخر في السهر كما هو الحال في كثير من الدعوات في هذه الأيام دعوات العرص وأد هذا إلى ترك سلاة الفجر وأن لا تتضمن إجابة الدعوة ضررا على المجيب كمفارقة آهل والسفر مثلا وكذلك ألا يكون كسب الداعي كله حراما أما إذا كان كسب الداعي بعض حلال وبعض حرام فهنا قد تكون هناك كراهة تضعف وتقوى بحسب المال الحرام والنبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة اليهود واليهود هم أكثر الناس أكل للربا ترجمة نانسي قنقر